فاز فريق المأولين العرب على الإسماعيلي بإستاذ الإسماعيلية بنتيجة 3-1 ليعمق جراح النادي الإسماعيلي وتبكي الجماهير في المدرجات ويصل الأمر إلى سقوط وإغماءات للمشجعين بالمدرجات وتتحرك سيارات الإسعاف لنقل بعض الجماهير التي أغمى عليها ولم تتحمل الصدمة من هذه الهزيمة اليوم أمام المأولين بنتيجة قاسية وهي 3-1 حيث بدأ المأولين العرب في التسجيل عن طريق عمر سبيولا في الديا 50 قبل أن يدرك محمد الشامي هدف التعادل الإسماعيلي في الديا 55 ونجح ماما دونياس في إضافة الهدف الثاني للمأولين العرب في الديا 61 قبل أن يختتم أهداف الموراء المهاجم الناجيري جون أوكلي لينتهي اللقاء بفوز المأولين العرب بنتيجة 3-1 تحبط الإسماعيلي وظهر الحزن على جمهير الإسماعيلي في المدرجات وحدثت حالات بكاء بين الجمهير حزنا على خسارة فرقها والفوز رفع رصيد المأولين العرب إلى 21 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد الدرويش عند النقطة 7 في المركز الأخير بالدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر